أنا متجوزة من حوالي 18 سنة ووجوزي تجوز علي من 8 سنين حصل مشاكل كثيرة وأنا راضيت بالربنا أسم أنه تجوز علي وما تكلمتش ولا أي حاجة لكن بعد ما تجوز علي ما بيعدلش بعض لربنا وشفت منه كرم كثير وقفت معه كثير وساعدته بس أنا مش عارف عملي قعدت فترة طويلة قعد ما يرضش يعني حقوقك زوجية كان لأ حتى أولاده حتى ما كانش بيجي يعد معهم ولا يراعي ربنا فيهم والمصاريف ما كانش بيجي زي ما بيجي البيت الثاني وأنا تعبت نفسيا وعادت برضو قلت عشان خاطر ولادي أعيش معاه فأنا تعبانة نفسيا لأنه حصل مشاكل كثيرة تاني وقعد فترة طويلة ما يجدناش فلوس وقعدت أكلم أهله وأهله برضو مفيش فايدة بعد كده كلمت أهله جم حكمه هو مرضيش يجي يعد ولا يريد يسمع أي حاجة ومرضيش يجي لنا فأهله حكمه أخوه قال أنا هدفع يعني مقدار سبعمائة جنيه فالسبعمائة جنيه دي ما تقضيش لأن أنا معايا بنتي بسنوية واحدة فعددية طيب قول لنا يا مهاجر قول لنا يا حبيبتي أنت سؤالك إيه تحديدا لفضلت الشيء؟ أنا سؤالي أنه هو دلوقتي أنا مش عايزه يجي أنا ما بحبهش دلوقتي ومش طيقه لأنه هو عمله عاملة مش كويسة هو بيجي لكو بعد دلوقتي ابتكر يجي لوقتي هو عايز يجي بس مش عايز يصرف آه فأنت مش عايزه يجي لكو البيت آه أنا مش طيقه لأنه هو طيب أولادك سؤالك وصل وأنا فاهمة إحتاسك وصلني يعني تبينة يا مهاجر يعني هنا هارتك سمات قصتها هي بتقولها كتين ما بقيتش بحبه والناحية التانية فعل بقى يعني مشاعر ما بقيتش تحبه فعل زي مهارتك علمتنا كده مش عايزه يجي البيت ويعيش معاه هنا حكمها إيه وهنا حكمها إيه؟ أو تنصح بإيه؟ المشاعر الإنسان ملوس سيطر عليها زي ما اتفقنا فهي كنا تحبه أو ما تحبوش ده أمر ما فيش اسم عليها ما فيش اسم يعني هو ما يجيبش على الست إنها لازم تحب جزها يعني يعني لو حبته خير وبركة لكن لو ما حصلش محبة ما حصل مجرد أنس بينهم أو كذا إلى آخره ليست كل البيوت بنيت على الحب العشرة الطيبة أحيانا بتبقى أهمة من الحب الحب أو دعوة الحب الخالية عن الاحترام لا تقام عليها عشرة أنا بحبك وأنت بتحبيني ويرول بعض كده بس ما بيحترموش بعض بيحترموش بعض عند الغضب عوقت الرضا كويسين لكن وقت الزعل ما فيش أخلاق ما فيش ردود أفعال مرضية بيحصل غلط وبيحصل تجاوز وبيحصل كذا إيش يعملي الحب أنا الاحترام أهم من الحب ومشيخنا قالولنا وقلتها لحضرتك قبل كده إن حزن المعاملة يجب المحبة طوعا أو كرا صح تجاوزه وما كانتش بتحب أو يجوزها ومن معاملته الحسنة لها بقت تموت فيها بالضبط لو واحد عاوز يفوز بقلب الستة بتاعته يعاملها معاملة طيب هيحترمها يعني الستة عايزة إيه من الراجل بتاعها غير الاحتواء والاحترام والأمان إن الله يفتح عليك وإنه يبقى رجل كريم كده كريم في أخلاقه ومش قصدي بس كريم في صرفه ودي حاجة كويسة برضو طبا والراجل عايز إيه من الستة بتاعته غير إنه يكون كبير في عينيها تقدير ويبقى حاسس إنه عايش مع واحدة ستة مش عايش مع واحد صاحبه الند بالند والشريك المخالف فمشايرها دي هي حرة فيها يعني لكن اللي أنا عايز أقوله إن الإنسان أحيانا بيصل في مرحلة من مراحل العلاقة إلى نقطة اللي عودة بيقول خلاص أنا كده جربت أنا كده سبرت 18 سنين بعد ما تجوز عليها بقى لها 18 سنة متجوزة تمام حيلت اتفهمت سبرت وفي النهاية وصلت إلى قناعة إنه لها فائدة طيب هكمل ليه هكمل ليه الإكمال من غير رؤية واضحة للإصلاح بيصيب الإنسان بعيلة نفسية ده نعاكس بعيلة ما هو ولاده بس كما بيصرفش عليه يبقى فين ولاده يعني هو ضل راجل وضل حيطه بس مجرد وجود راجل كده أنا ما بحكمش على خصوص الحالة دي لأن أنا بسمع من طرف واحد خلي بالك لكن إذا كان الحال كما أرد بالسؤال وانتي وصلت يا سيدتي الكريمة إلى مرحلة إنك العشرة مستحيلة بينك وبين هذا الرجل يبقى خروجي بالمعروف حتى الأمان المادي ما هواش محققه وجوده كأب أو كزوج مش موجود مجرد أن أنت مكتوب باسمك أن أنت متجوزة وحتى وجود العلاقة دي أنا مستشعر في طيات كلامها إنها متأزية منها يعني طيب قرارك بقى طب هي قالت مش عايزاه يجي لنا تبعناها هي وولدها هل يجوز إنها تقوله لا تبدو مش عايزاه مش عايزينه قالت مش عايزاه يجي لنا نا نا هي حر ما تعسش لكن هو في النهاية يفضل ولاده وولاده ومن حقه إنه يشوفهم ومن حقه إنه يرعيهم يعني هي ما ينفعش إنها تحرم ولادها أو تحرمه من إنه يشوف الولاد وإذا قلتم فعدل ولازم يكون عندنا عدل الغلط هنقول عليه غلط والتقصير هنسميه تقصير بس مش هنأخذ أحدا بجريرة غيره ومش هنخلي دايرة العقوبة على شيء أوسع يعاقب في شيء آخر نعم